ولكن الدولة كان الحكومة بعتت قانون برضو القانون ده بيتعامل مع موروث من 80 سنة طلع قانون 144 2017 والحقيقة حقق إرادات جيدة جدا ولجنة استرداد أراضي الدولة الحقيقة قامت بدور كبير جدا جدا في استرداد الأراضي من مافيا الأراضي وكمان في إعادة الطرح مرة تانية أو تقنين الأراضي منها أخدت حق الدولة فيها ودخلت إرادات طيبة وأهم من الإرادات أن أنا بوقف نزيف ركوب الأرض استمرار طبعا لكن وجدنا إشكاليات برضو في التطبيق لأن بتبقى المسائل فيها مسائل فنية كبيرة جدا وفيها فلوس فالحكومة قدمت تشريع تاني بتعديلات معينة الحقيقة إحنا في البرلمان كان عندنا برضو بعض الملاحظات لما قرناه وكمان الحقيقة يعني عايز أقول لحضرتك أن لجنة استرداد أراضي الدولة فيها أعضاء نعم بقوا مهنيين جدا آه خلاص بقى لهم فترة بيشتغل في الملف بقى لهم فترة فمقدمين برضو عدد من المقترحات يعني ارتائنا وهو جاء آخر أسبوع من البرلمان أي فالحقيقة يعني كان من الحكمة أن إحنا طالما كده ولا كده التصالح مجناش من الحكومة بالتوافق الأخير ما يجيش بقى أسلق أملاك الدولة في 48 ساعة نعم لأنه كان خلاص فاضل فإن شاء الله نبدأ من نأشوق إن شاء الله إن شاء الله شهر عشرة واللي اتنين مرتبطين ببعض